الشيء الثالث الكتاب يعلمنا الفصل بين الدين والدولة وهذا موضوع كبير كبير مش بقصد يعني انه يعني كلمة عابرة هذا بحتاج لحلقات انه نشوف أمثل كتابية وانت دور المؤمن في الدولة وانت ان يكون فيه فصل وانت يندمج الى اخرها بس لاحظ في متى 22 سأله يسوع فقل لنا ماذا تظن ايجوز ان تعطى جزية لقيصر ام لا فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مرؤون يا ممثلين يعني اروني معاملة الجزية فقدموا له دينار فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة قالوا له لقيصر فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله حسم الامر احبائي انه يعني مع انه احنا منصلي انه الكنيسة تندمج يعني مش غلط انه يعني المسيحي خلي بالك بحب الوطن بيشترك في الجيش في الشرطة بيدفع الضرائب بيحترم القوانين وبدافع عن وطنه بدافع عن وطنه وعنده مسئولية تجاه السلطة انه يكون فعلا ماشي بالطريقة الصح وانه المسيحي مش تبع مظاهرات سياسية ولا مظاهرات دينية ولا بتاع فتن ولا بتاع خياني يعني الخياني مش موجودة في القموس المسيحي بالعكس بتشوفوا حتى تاريخيا الى العصر الحديث دايما خاضعين للدولة دايما بيتبعوا القوانين ولا مرة شفت رجال الدين بغض النظر شو الطايفة عم بنادوا اتباعهم احملوا السلاح قاوموا اطلعوا في مظاهرات بالعكس دايما بقولوا اخضعوا صلوا اعطوا الحقوق للجميع اذا كان الملك اذا كان الحاكم اذا كان الضابط اذا كان يعني اي هيئة المفروض نحترم ووقار وخوف لهذه السلطات الكتاب المقدس بعلمنا بقول اكرموا الملك يعني اذا بتطلع في بطرس الاولى بقول فاخضعوا لكل ترتيب بشري اه صح اتنين من اجل الرب لاحظ من اجل الرب ان كان للملك كمن هو فوق الكل او للولاك مرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخير لان هكذا هي مشيئة الله ان تفعل الخير فتسكت جهالة الناس الاغبياء كاحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله لاحظ شو بقول اكرموا الجميع احبوا الاخوة خافوا الله اكرموا الملك وهذا هو التعليم المسيحي خاف الله الله هو فوق الكل اكرم الملك وامشي على كل قوانين الدولة اللي بتطالب كل المواطنين يكون في المساواة